ما تيجي تسألي الطالب في جامعة أولا جامعة تانية جامعة ثالثة جامعة حتى بعد ما يخلص انت ايه الهدف والله يعني ربنا سهل هنزل وكان شاب أشوف شغل وأشتغل وأكون نفسي وربنا سهل وتجي البنات والله اللي هتحضر واللي هتدرس أو اللي هتكلم في الحال مهنية أو إن هي تقولك لا يعني والله أنا مخطوبة وبعد للزواج وهتزوج وهكذا لكن ده مش الإجابة بتاعت السؤال أما جاء سألك انت هدفك إيه انت كطالب المفروض ان انت محدد الهدف ده ومن وانت صغير يعني من وانت أصلا من قبلية ابتدائي أعدادي المفروض ان انت محدد الكلام ده وماشي على الأساس ودراسة سنوي كانت على هذا الهدف اللي انت حطه لكن يجي للأسف طلبة جامعة تيجي تسألهم على الهدف أخلص غلط طيب بس مش عارفة لازم وانت حطت قدام عينك هدفك اللي المفروض ان انت مؤمن بيه وعمل الخطط عليه والمفروض ان انت بتخلص جامعة على أساسه وبتكمل على أساسه كتير خلينا واقعيين يقولك احنا هشتغل او هتبقى حياتي المهنية والواقعية بعد الدراسة هتبقى بعد الدراسة ومزاي الدراسة أنا بعمل أنا دخلت الجامعة اصلي اليوس جاب لي كذا المجموع او المجموع السنوي او مثلا أنا خدت الاستاذ فجابني كده او ايا كان الشهادة اللي انت خدتها ودخلت بيها الجامعة الأساسة وده اللي كان المتاح وهي ده الظروف وخلاص انا مش هعارض على حاجة زي كده على فكرة لكن لان ده يعني نظام وظروف ودنيا لكن انا هعارض ان انت استسلمت الواقع انت موجود فيه حاليا وانت مكمل في الاستسلام فيه لحاطة خطة لنفسك ولا هدف ولا شايف اصلا نفسك بعد كده الدنيا عاملة زي غير مجرد ان انا هشتغل وحياة شغل وفلوس وفقط ده من الصح انا عشان استفيد انا عايز اقول لكم ان الفترة اللي انتو فيها يا مين رجعنا الفترة اللي انتو فيها مش الفترة الدهبية بتسمى الفترة الماسية لو في حاجة بقى زبرجد ويقوت ويعني فوق الكلام ده اليقوت الاحمر تمام ما سيقولك اغلى حاجة ده جدا لو في حاجة اغلى من كده تسمى بيها الفترة دي فهي الفترة اللي انتو فيها تحفى ان انا استفيد بس مجرد ان انا استفيد بالفترة دي واطلع منها بمعايير انجاز تخليني راضي على الاقل بنسبة 80% حلو انا مبسوطة لو جبت نسبة 80% من انك انت تطلع من الفترة دي محقق اهدافت بنسبة 80% ممتاز جدا اقول لي 75% حلو برضه مش وحش بس المهمة تبقى فاهم انت عايز ايه لما اجا اقول لك اول اساس اول اساس في الحياة الطلابية انك انت كطالب في الغربة هويتك هويتك ان انا حافظ على هويتك بص تلاقي لو هتكلم على البنات وما تزعلوش مني يعني مش عايزاكم تزعلو مني يعني ايه بالراحة كده ومع بعض واحنا يعني ايه بنتكلم قعدة صراحة او ألاقي البنات وهكلم اللولاد برضه ألاقي البنات تنزلت مش احنا في غربة على فكرة يعني الغربة اللي احنا فيها مزي غربة بعض البلدان يعني الحمد لله الى حد ما نتكلم مثلا على البلد اللي انت فيها هي مزي بقيت البلدان التانية اللي فيها من يعني من هاتك وانتهات حدود ما لا يحصى ولا يعد ايه اللي معيار اللي هنا واللي هنا واللي هنا معيار التمسك بالهوية انا مين السنة في جامعة فانسيت صلاتي غلط السنة في جامعة فكان لازم ألبس مش عارفة ايه واخلح حجابي غلط السنة في جامعة فكان لازم أختلط بالأولاد وتمادة ماشي لو هي المعاملات العادية المحاضرة وكذا وهما معايا في راوند ولا معايا في سكشن ولا معايا في حاجة عملي اوكي تمام وبحدود وبالأدب وبالاحترام لكن احنا بنطلع بره الإطار ده للأسف وتبص تلاقي بتخلت خلاص يعني مش عايزة أقول المثل المصري والله ما عايزة أقوله انتو كلكم عارفين لا يعني مش بلد محدش مايعرفنيش فيه انا لا مش عشان كده انا ليه هوية صلاتي سمتي مبدئي احترامي ذاتي قبل ما يكون احترامي لامراقبة الله عز وجل علي ده الأساس ده الأرضية اللي بعدها بقى ننطلق بالعندان ونعمل ناطحة السحاب ونعمل معايير إنجاز ونبقى مش مؤثر في نفسك ولا في اللي حواليك ولا في المجتمع لك بصمة وفرحان لما تيجي تذكر الفترة دي تقولي يا محادي يفكرني بالفترة لا 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 انا عايزك تطلع من الفترة دي وانت ممتني جدا ان ربنا منع عليك باستغلالها افضل استغلال فقد الهوية في سنوات الغربة الطلبية اكبر معيار للخطر على قلبك وحياتك ونظرتك لنفسك قبل ما يكون على نظرة الآخرين لك ليه لإنك انت عندك مستهدف انت يا سيدي بلاش مستهدف شا نقول انت حاطت مستهدف انت عندك هوية انت فقدتها طيب واحد تقول لك ولا ما كانش عندي والله في الأول فإيه المنع ان انا أكمل يا دكتور هالة يعني انا ما عنديش هوية من البداية وانا ضارب من البداية فإيه المشكلة ان انا بعدها انا ما عنديش فإيه فقدتها انا فقدها أصلا من قبل ما طب ما كويس انت سمعت المحاضرة وسمعت كلامي وبترد ده معنى كده انك سمعت الكلام فدي رسالة من ربنا تمسكوا بالثوابت اللي هي ايه صلاتك قرآنك حجابك احترامك يجي الولد مش عايزة أقولي الكلمة للشباب بيقولوا يعني انا مش حابة أقولها صراحة يعني داخل التالتة داخل على سنة أولاد وانتوا عارفين بقى السنة أولاد بقى وهنساعدكم وهنعمل والله فينا وياه خير يعني في في التحط والله بيساعي يعني لكن اللي داخل علشان يعني ايه نقول ايه مش عايزة أقول الكلمة والله لو ان شاء الله تبقوا انتم يعني أفضل منها بكتير لكن في الأول وفي الآخر احنا محتاجين ان احنا نأسس رقم واحد الحفاظ على الهوية بعد كده نتكلم بقى بعد كده أتكلم بقى كإنسان أنا كعبد لله مزبط صلاتي كرآني حجابي التزامي الحلال الصدق في المعاملات خلاص تماما بعد كده نتكلم المفروض يكون عندي أهداف ايه هل أنا عندي أهداف أنجح ونعدي وهي الدراسة أنا من أنصار الدراسة الموازية يعني أنا واحدة من الناس الجامعة مستهدف تمام وكذا لأنه نظام عالمي لكن عندي حاجة اسمها تعليم موازي التعليم الموازي اللي أنا بنمي فيه المهارات اللي أنا بحبها جميل جدا أنه يبقى هدفك التعليمي أنا داخل أتعلم وعندي هدف أو عندي مستهدف وحابب المجال ده فهو أبدع فيه الواحد بيبدع ويبقى صاحب مواهب ومهارات لو المجال اللي أنا بتكلم فيه موافق أو المجال اللي أنا بدرسه موافق لحبي أو لمواهبي أو هكذا أمور حلو جدا جدا ممكن بس الإضاءة دي عشان تفعل فلو ده موافق الحب اللي عندي والشغف اللي عندي هبدع في المجال لا أنا مش عندي خلاص اكتسب مهارات موازية خلي السيفي بتاعك بعد ما تطلع ويبقى ده هدف يبقى ده رقم واحد خلي السيفي بتاعك وانت طالع فيه المهارة الفلانية 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 اللي أنا بحبها الدراسة ساعدتك خير وبركة ما ساعدتكش يبقى اسمي على الاقل انا خلصت هدف ان انا خلصت دراسة واديني بكمل في المهارات اللي معاي لكن اطلع صفر في المية غلط اطلع لا يقولك انا اكتسبت مهارات التعرف على البنات وان انا عمل مش عارفة ايه وان انا مش نافع كبيرتو القصة دي مش نافعي او ان هي تقول لا انا كان خلاص يا حاجة وتعرفت على نية غلط 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 لازم الفترة الماسية انا بسميها كده الفترة الماسية فترة الجامعة دي انت طلع فيها بمعايير انجاز ولو ما حققتش معايير انجاز راجع نفسك راجع نفسك وخلي المحاضر راحنا بنقولها النهاردة دي هي بداية فعلا انك انت لا راجعوا نفسك يا جماعة النقطة التانية يعني ايه هدف اصلا هو انت عارف يعني ايه هدف ها اه يعني والله ان انا اتمنى ان انا اعمل الحاجة الفلانية جميل ما هو الواحد بيتمنى شيء وبعدين ينفذ شيء تاية فالتمنى ده شيء طيب انا نفسي ونفسي 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 جميل ماشي نفسك زي الايه زي العصافير اللي عالشجرة تمنوا انهم واحد قالوا هنروح على الشجرة التانية دي بس ما اخذوش الخطوة ومزالوا موجودين عالشجرة انا بتمنى شيء فبسعل تنفيزه باخد خطوات لتنفيزه بشوف واشوف لو انا عايزة اتفوق في دراسي قديني بشوف المناك بشوف المواقع في ناس تقول لك العبادرس تركي فبروح اترجم بالانجليزي الاول وبعدين عشان اروح اجيب تركي عارفة المقصة العظيمة دي او مفيش كتب فبضطر اجيب المراجع وترجمها وبعدين ارجع افهمها تاني او الناس تقول لك مفيش مرجعيات باللغة مثلا فبجيب بكل المراجع وبععد لحد اثنين وثلاثة الفجر علشان اترجم صفحة وكذا بس اعتاخد خبر وتبقى انا اعرف ناس كانوا في ميكاترونيكس وكان الدنيا عندهم يعني حيسة بايس وكان بيجيب المرجع قد كده قد كده ويقعد علشان يعني يترجم فيه ويطلع الجزئية دا كتر سايبينهم عيشوا ونجحوا وطفوقهم وقدمهم هم دلوقتي الله مبارك يعني في منح الدراسة مستر ودكتوراه في امريكا وهما كانوا بدرسوا هنا في تركيا اللي عايز يعمل حاجة بيعملها اللي عنده مستهدف لتحقيق شيء بيعمله بس المهمة بقى حاطة الهدف احنا لو طلعنا من الكلام اللي انا هقوله النهاردة دا ان انت هعارف يعني ايه هدف اه هدف يعني فيه يتحقق فيه الحاجات بتاعته اللي سمرت الاس والام والا والار والتي بس باستفك محدد انا عايز ايه بالزبط ويكون مجرى بالقابل للقياس ويكون قدشيفابل قابل للتحقيق محطش هدف في الهوى او انا مش عارف عايز اروح فين وهو غير قابل للتحقيق ويكون مزمن بخطة زمانية عشان اعرف اعمله ويكون اعرف ان انا قيس وانا نجحت فيه ولا لا ويكون واقعي دا المحددات بتاعت اي هدف انا بحطه المفروض انا كطالب من والله من سنة والكلام دا منعلمه للناس ويكون فاهم يعني ايه حط هدف اديته مرة لطلبة تسع سنين كان تحدي احنا قلنا هناخد من اعدادي خدنا طلبة تسع سنين تسع سنين وجابوا السكور بتاعهم اعلى من الطلبة بتاعه جامعة والخريجين اللي كانوا بيحضروا معنا انت المفروض فاهم يعني ايه انا عندي اهداف عندي خمس اهداف عندي ستة اهداف او المدة الزمنية بتاعتهم سنة ستة شهور لا خمس سنين لا بعد اربع سنين احق وطول ما انا شايف وده اللي يخليك دايما عندك شغف 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 ان انا استمر في الهدف اللي انا بعمله ان انا كن شايف النتيجة اللي قدام شوفانك للنتيجة بتاعت المستقبل ده اللي تخليك في الاول وفي الاخر اه انا حابب حابب ان انا كمل لان انا شايف نفسي هناك انا شايف نفسي هناك في مرحلة النجاح لنها ايه انا كنت بادرسé جامعات 3 دراسات مع بعض واجهي في اول سنة من اول جامعة دراسة بعد الجامعة الاساسية ومعايا 3 اولات معايا حاليا اربعة لكن ساعاتها ما كنت بادرس كان ساعاتها في الطفل رقم ثلاثة قول يا اناها رب يا 8 ترمات لسه 8 ترمات ده انا لسه في اول ترم عشان كنت اصبر نفسي اقول هانت كلها سبعة ستة ربعة حد ما فاضل ترمين آخر سنة خلصت آخر ترم خلص خلصت مجرد أن انت تشوف تشوف بس عيني شايفة المقالات والنهايات ده دفع وتحفيز لسه دخل جامعة لسه هروح وهقدم في اليورت ولسه هشوف مش عارفة إيه خلص هانت قول لي نفسك كده طالما بدأت خلص طالما حطيت أول خطوة خلاص خلاص أعرف أن الطريق انتهى لكن أبقى قاعد ماشي مع الظروف والدنيا ماشياني ولا أريح فين ما هو زي الناس ما هي ماشياني طبقى واحد عادي ما لكش بصمة ما تعرفش تعمل لك بصمة وميجي ابنك وميجي بنتك ولا أنت كما عديت الحمد لله احنا مش عايزين كده احنا عايزين الناس اللي لها اللي لها روح وحياة واللي لها مستهدف واللي لها عايز لعمل حاجة جماعة ليه نفسي ليه الإنسانية مش شرط أن أعمل حاجة ومش شرط كل الناس تعمل عشان نقطة دي برضو بتتلبس على بعض الناس مش شرط كل الناس يبقى هاو واللي أنجز اللي مش عارفة اللي رقم واحد لا 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 مجرد تنجز اللي انت حتى حاسس ده أنا أنا قدر أعمله وشايف إن أنا عندي المسببات لتحقيقه شكرا للمشاهدة